السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله خاصة بك اول حاجة هنفتح متصفح جوجل او جوجل كوروم او اي متصفح عندنا بعد كده هنكتب عنوان اللي بيكون موجود خلف الراوتر وهو واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد طبعا بعد ما بكتب الرقم بيظهر لنا نتائج للبحس او ارقام طبعا محدش يضغط عليها خالص هنكتب الرقم ونضغط بحس على طول بعد كده هيفتح معاك صفحة الجهاز بتاعك او صفحة الراوتر بعد كده بنكتب اليوزر نيم والباسورد اليوزر نيم والباسورد والاي بيكونوا التلاتة موجودين خلف الراوتر اليوزر نيم هو ادمن والباسورد غالبيا برضو بيكون ادمن بس عشان تقعف الباسورد اه اه تلاقيه على ظهر الراوتر بعد كده هنضغط تسجيل الدخول هيفتح معانا الصفحة بالشكل ده كده هنكبرها وبعد كده هشايفينه الكلمة مكتوب عليها هنضغط عليها بالشكل ده كده وبعد كده مش هنقلف في نفس الصفحة هنضغط على بعد كده هزال لها الصفحة دي كده هنضغط على اختيار رقم اتنين اللي هو مكتوب عليه معانا اعدادات الاس اس اي دي هنضغط عليها بالشكل ده كده بعد كده هيفتح معايا الصفحة الصفحة دي كده طبعا اه الخاصية اللي احنا بنخفي منها الراوتر اللي هي مكتوب عليها طبعا انا مفعلها هنا دي بمعنى ان انا خفي الراوتر اهو كده مش مفعلها لو طبعا لو عايزين تفعلوها تفعلوها بعد كده هتصغر هتلاقي مكتوب هنا هتضغط بعد ما هتضغط لامبة اللي في الراوتر هتضفي وبعد كده هتقيد تاني بعد كده هتلاقي الراوتر اختفى خالص تبدأ انك انت تضغط على اضافة شبكة وتكتب الاسم بتاع الراوتر وكلمة السر بس يزم الاسم يكون حفظه او كاتبه في ورقة هو او كلمة السر بحيث ان ما يكونش في حرف غلط وبعد كده ان شاء الله هتفتح معك وبكده تكون انت قدرت تحمي شبكتك من التهكير وبكده يبقى خلصة حالة النهاردة ياريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته